الطفل السوري عنوان عريض للألم كتبت حروفه بالدماء والدمار والتعب في محافظة إدلب التي باتت ملجأا للسوريين من قصف واعتداءات نظام السوري يعيش أكثر من مليون طفل مأساة إنسانية كبرى جراء الحرب فنحن أطفالنا في سوريا نعاني كثير كثير من الصعوبات أطفال في العالم يعيشون بفرح وسرور وأطفالنا يعيشون في حزن ومآسي وصعوبات حتى أبسط حقوق للأطفال وبينما تحتفل الكثير من دول العالم بيوم الطفل وتستعد أخرى للاحتفال يواجه الأطفال في سوريا بشكل عام وفي محافظة إدلب بشكل خاص ظروفا قاسية بسبب الحرب المستمرة منذ عام 2011 والتي أدت لانتشار الفقر والاضطرابات الأمنية 2 فاصلة 4 فاصلة كل واحد من الأطفال الموجودين في هذا المخيم قرب الحدود التركية كبر ويكبر دون أن يتذوق طعم الطفولة فهو محروم من الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية فضلا عن الأمان والاستقرار ويحاول الأهالي مواصلة تعليم أطفالهم قدر استطاعتهم حيث تحولت خيامهم إلى فصول دراسية تستخدم فيها مستلزمات تعليمية بسيطة أتمنى أنه تكون عندي شنتاي وفيها دفاتري وكتبي وشيلة أنا على كتفي أتمنى أني أنجح في مستقبلي أكثر من هيك أتمنى أن المدرسة تكون أحسن من هيك أتمنى أن نتعلم ما فيه لا مقاعد قاعدين على الأرض وما فيه لا مقاعد ولا كتب ولا قرطاسي أطفال سوريا هم أكثر المتضررين من الحرب ويواجهون عموما وفي مخيمات النزوح بشكل خاص ظروفا معيشية ونفسية صعبة تستلزم حشد الكثير من الدعم لهم من الدول والمنظمات المختصة ليحصلوا على حقوق الطفولة ويتمكنوا من إكمال مسيرتهم